مرحبا أمي أصدقائي معكم دكتور سوسان اليوم نتحدث عن سين و سيمتوم أو سيمتوم و سين ماذا يعني عندما تقول سيمتوم و سين أنا أعرف الأول نقول التعريف بتاعهم ونعرف الفرق بينهم سين of disease something that a doctor or nurse can see or feel he can observe it يبقى سين حاجة بيقدر يشوفها الدكتور أو النيرس بيقدر يشوفها على الباشن يعني لو الباشن داخل كده عليك في حالة الطوارئ وفي مثلا راش كده على وشه و جسمه على سكن بتاعه بيقدر الدكتور أو النيرس يعرف أنه فيه مرض جلتي موجود على جسمه يبقى فيه حاجة هو بيلاحظها أو بيشوفها بعنيه من غير ما الباشن يقوله دايب سيمتوم something that only the patient knows about the patient tells the doctor or nurse about it ده الاختلاف بقى بين السين والسيمتوم السيمتوم هو حاجة أنت بدأت درش يتلاحظها ولا تشوفها لازم المريض هو اللي يقولك عليها يعني مثلا نفترض ساي عنده مثلا ايه باك ايك فيه ألم في ظهره انت هل انت هتشوفه أو هتلاحظه استحالة لازم هو اللي هيقولك في الهيستري أسناء ما انت بتكلمه بتشتكي من ايه يعني هقولك أنا عندي باك ايك فهنا هو ده اللي اختلف لازم هو التحب بين السين وبين السيمتوم احنا نرد على بقى معيكو كده عليكو بعض الأمراض وعليك انك كده تقولها this is a sign or symptom يبا احنا عرفنا a sign you can observe or see it but symptom something that only the patient knows about the patient tells about it طيب طيب لو جاننا سؤال مثلا why is bruising a sign and not a symptoms ليه ال bruising بنقول عليها صين بنقولش عليها symptom الإجابة بتاعتي تبقى ايه because the doctor can observe it لان الدكتور اكيد هلاحظها ال bruising طبعنا عارفينه ان هي ايه مارك كده مارك كده موجودة على ال skin وبتسيب أصر لون أصمر أو أزرق طيب why is nausea a symptoms and not sign طب ليه النوزيا بتبقى symptom مش sign because the doctor cannot observe it the patient tells him about it النوزيا لازم انا ايه اقولها لان ممكن تكون انت في الوقت ده شايفو شايفو في الوقت ده كويس لكن هو بيدوخ وبيحصل له دوران في بعض الأوقات فلازم يقول لك عليها طب تعالوا كده نشوف هنقول بعض بعض الدزيز وهنقول أنا هقول وحن تقول وراية ده sign ولا symptom لو قلنا ضل بين ضل بين sign or symptom ضل بين excellent symptom stomach ache symptom headache excellent عند symptom لاني استحالة انا هبقى داخل على patient or nurse او نيرس وهي هتحسن عندي صدوح لازم هيبقى حيبقى حيبقى ايه مش هيبقى صاين breast symptom dysphonia ha sign لاني هشوفو هو بيكلمة هلا يزوتو ما بحق كده ومش عارف يتكلم اذا انا هارف وقول على اللي وهي هقول sign طيب كون stupation مساك ها او حدت لخبط تقول sign لا symptom طيب headache ها yes ها symptom اي حاجة فيها ايك يعني فيها ألم اي حاجة فيها بين automatic لازم هتبقى ايه هتبقى symptom طيب after that cyanosis ha sign anorexia ده فقطان الشهية يبقى انا ايه ها انا اللي هقول يبقى اذا بالتالي هتبقى ايه symptom ده blasteration sign abrasion sign inflammation قدامي لو inflammation on the skin طبعا ده هيبقى انا ايه اكيد sign لكن لو inflammation داخلي ده هيبقى من خلال الوسائل هيبقى ايه مش هيبقى sign طيب weight gain زيت الوزن ها هدا هيبقى ايه sign rash sign backache symptom هنا بقى جدول كده بنحط في sign نحط تحت الامرض اللي هي sign والsymptom نحط تحت الامرض اللي هي symptom ونحن عرفنا what's the difference between sign and symptom thank you and good luck and you can go ونحن نحط